أولى نشرتنا الإخبارية المفصلة لنهار اليوم أهلا بكم في المستهل أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراش عن إعجابه برؤية رئيس الجمهورية الشاملة لشؤون العالمية والتزامه الدائم والدوره في تعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي مشيدا بإلمام رئيس الجمهورية بشؤون الدولية ومستذكرا المناقشات العميقة التي أجراها مع رئيس الجمهورية على هامش مشاركته في القمة العربية المنعقدة بالجزائر كما رحب الأمين والأممي بجهود الجزائر وموقفها المبدئي من أجل تسوية سريعة وشاملة ودائمة لمختلف الأزمات على غرار قضية الصحراء الغربية والأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل ومالي هذا وأشهد جوتيراش بالعلاقة المتميزة القائمة بين الجزائر والمنظمة الأممية واصفا إياها بالنموذجية جاء ذلك خلال لقاء جمعه أول أمس بنيويورك بمدير دواني رئاسة الجمهورية نذير العربوي إثر انتهاء مهمه كمندوب دائم للجزائر لدى الأمم المتحدة واسمه أدرس في الجزائر مشروع تمكن من استقطاب أزيد من ثمانية ألاف طالب أجنبي للدراسة في الجامعات الجزائرية بمختلف التخصصات مشروع من شأنه الرفع من جودة التعليم العلي والبحث العلمي والتعزيز جذبية المؤسسات الجامعية الجزائرية وفق مناهج بدايوجية تنافسية من العجل هؤلاء الطلب قدموا من مختلف الدول الأجنبية لطلب العلم واستكمال مشوارهم الدراسي في الجامعات الجزائرية في إطار مشروع أدرس في الجزائر الهادف إلى جعل الجامعات الجزائرية جامعات متفتحة وفعالة إفريقيا ودوليا كطالب موريتاني جاي هون نقرأ نختار نتفوق في الدراسة أنا نقرأ هون نقرأ تخصص علوم والتكنولوجيا الدراسة مستوى الدراسة هون مستوى متميز مستوى الدراسة عادي جدا ونحن كطالب موريتانيين الدراسة هون من شاء الله عجبتنا على جميع المستويات أنا أتيت هنا بمنحة ماستر أدرس ماستر هنا في جامعة الجزائر واحد خروغة والهدف هو تحصيل العلوم الإسلامي شاركت في مسابقة لأتمكن من الحصول على منحة الدراسة في الجزائر أعجبت ببرنامج الدراسة لأنه تري وتأقلمت مع الطلب الآخرين أريد أن أنقل ما درست وتعلمت إلى بلدي لأساهم في تطويره ولتسهيل عملية التكفل بملفات تسجيلات الطلب الدوليين أو الأجانب في الجامعات الجزائرية تم استحداث منصة لقمية تتم فيها التسجيلات الأولية عن بعد الفئات المعنية بهذه التسجيلات الجامعية هم الطلب المستفيدين من برنامج الحكومي للمنح الوطنية في إطار التضامن مع البلدان الإفريقية جنوب الساحل وهناك الفئة الثانية في إطار تعاون ثنائي بين الجزائر والبلدان العربية الفئة الثانية هم الدبلوماسين أو الدبلوماسين المقيمين في الجزائر وهناك أبناء المقيمين بالجزائر حاليا تواجد أكثر من 8000 طالب متمدرسين بالجامعات الجزائرية وكل سنة نستقبل حوالي بين 2000 إلى 3000 طالب الطالب الدولي يعتبر مؤشر من مؤشرات تصنيف الجامعات وتصنيف الدول في العالم والطالب الدولي أصبح كذلك استثماراً اقتصادياً غير مباشر ومباشر لأن الطالب لما يأتي إلى الجزائر هو كسفير لبلده في الجزائر ولما ينهي دراسته يصبح سفير للجزائر في دولته وتستعد جامعات الجزائر لاستقبال ما يقارب 1600 طالب دولي في مختلف تخصصات خلال السنة القادمة ما سيسهم في تحسين ترتيب الجامعات الجزائرية في التقييم والتصنيف الدولي للجامعات صحياً الآن حيث يستلزم في شهر رمضان اتباع حمية صحية خاصة لدى مرضى سكري فتعزيزاً لهذا المسعى حملات تحسيسية وتوعوية تهدف إلى تشخيص المرض والتحسيس بخطورة مضاعفاته ياسينيا حسيني صيام رمضان بدون مخاطر صحية هو شعار القافلة التحسيسية التي تهدف إلى توعية المواطن بخطورة داء السكري وضرورة تفادي مضاعفاته نقوم بتحسيس المواطنين بصيفة عامة الموصلين على ترشيد الاستهلاك نتكلموا على الداء السكري والضغط الدموي نتكلموا على الاستهلاك العشوائي من خلال أخذهم للسكريات ما يسبب ارتفاع نسبة السكري في الدم أواخر شهر رمضان ممكن سيصاب أمراض المزمنة الاستهلاك الغير عقلاني للأغذية والامتناع عن التشخيص والكشف الدوري لداء السكري مسببات أساسية لتعزيز مضاعفات الإصابة بهذا الداء الصامت المعروف أن الداء السكري هو داء صامت يعني كي باني بان بالمضاعفات نحن نحوص عليهم قبل ما يبانوا المضاعفات ونأخذوا لبخيزون شوش تحهم نعطي لهم نظام غذائي متوازن خاصة في شهر رمضان ونعطي لهم نصائح الغذائية الهمة النظام الغذائي السليم والقياس المنتظم لنسبة السكر في الدم والحرص على ممارسة النشاط البدني بعد الإفطار نصائح بسيطة بفوائد كبيرة ستحفظ سلامتك الصحية في إطارية الرعاية التي تكفلها الدولة للمسنين نظمت أمس زيارة إلى جامع الجزائر سمحت لعدد من كبار السن بدور المسنين بالعاصمة سمحت لهم بالتعرف على هذا الصرحي الديني وذلك استجابة لطلبهم الزيارة كانت بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو وعميد جامع الجزائر الشيخ مأمون القاسمي الحسنية إلى أجواء رمضان الروحية حيث يشكل موضوع ضوابط التفسير ومدارس المفسرين محور الملتقى الخامس عشر لسلسلة الدروس المحمدية التي انطلقت أمس بالزاوية الهبريال بالقيدية بوهران بمشاركة كوكبة من العلماء والفقهاء والأساتذة من الجزائر والوطني العربي دولياً الآن وفي ملف الصحراء الغربية أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستيفان ديميستورا يأمل في توصل لحل سياسي يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي السيد ديميستورا أعرب عن أمله في توصل لحل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفين يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن هذا وأعلنت التنسيقية الأوروبية لدعم الشعبي الصحراوي والتضامن معه أوكوكو أمس أنه تم الاتفاق على انعقاد الدورة السابعة والأربعين القادمة لأوكوكو بتوليدو في إسبانيا وتعد هذه الندوة السنوية التي تنظم منذ عام 1975 في مدن أوروبية مختلفة تعد أهم تظاهر دولية للتضامن مع الشعب الصحراوي حيث يدعم مئات النشطاء القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أحيى الفلسطينيون أمس ذكرى يوم الأرض بفعاليات جددوا فيها مبادئ الاستماعات في الدفاع عن الأرض ومواصلة النظال والصمو ضد همجية الاحتلال مرسلنا من غزة وسام أبو زيد إحياء للذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض جاء آلاف الفلسطينيين من كل حدب وصوب للمشاركة بالفعاليات الشعبية المختلفة على الحدود مع الاحتلال وأكد خلالها الشعب الفلسطيني الجد قبل الولد على وحدة الأرض ووحدة الدم والمصير أكد على أن الشعب الفلسطيني موحد في وجه الفاشية موحد في وجه العنصرية وأن هذه المخططات الممتدة منذ عام 48 وعام 76 في ذكرى يوم الأرض حتى يومنا هذا لم ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني سنواصل كفاحنا وسنواصل نضالنا بوحدتنا حتى طرد هذا الاحتلال وهنا يزرع الفلسطينيون شجر الزيتون الذي يتم اقتلاعه من الأرض على يد قطعان المستوطنين أو التجريف تأكيدا على تمسكهم بتراب فلسطين وما عليه من خيرات ولا يفرطون بشجره مهما كانت التضحيات هذه رسالة للشعب الفلسطيني ما له إلا الأرض أن يجبط به وأن يقوم بزرعتها وفلاحتها حتى يثبت للعالم كله أن هذه الأرض أرض فلسطين ولا شعب فلسطين أرض الأجداد والأباء ويجب على هذا الجيل والشباب أن يقوموا بالدفاع عن أرضهم بكل ما أوتوا من قوة والإحصائيات الكلية مناسبة تأتي في وقت يستغل فيه الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من المساحة الكلية لأراضي فلسطين التاريخية وصدق خلال العام الماضي فقط على 83 مخططا استعماريا لبناء أكثر من 22 ألف وحدة استيطانية يوم الأرض يعني بأن جوهر المشكل التي نعاني منها هي الأرض التي سلبتها إسرائيل بارتكابها المجازر وحشية ضد شعبنا وإرهابه وطرده من أرضه الأرض بالنسبة لنا هي أساس المشكلة ويفترض أن نتمسك بالأرض وأن نصمد بهذه الأرض المخطط السويوني واضح جدا هو طردنا من هذه الأرض ليس لنا مكان وعرض سوى هذه الأرض التي نحيا فيها فالفلسطينيون يؤمنون بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة وأن سنوات الاحتلال لن يغير من واقعها وتاريخ الأرض شيئا بل يزيدهم حبا وإصرارا في العودة إليها وسام أبو زيد التلفزيون الجزائري خلاصة رياضة الآن وفي كرة القدم تفتتح اليوم الجولة الحادية والعشرين من بطولتي الرابطة المحترفة الأولى بإجراء أربع مباريات والبرنامج يكون على الشكل التالي شباب قسنطينا وفاق سطيف جمعية تشلف مولودية الجزائر نجم مقرأ اتحاد بسكرة مولودية البيض أمل الأربعة بهذا نتي لختم النشرة الصباحية جمعة مباركة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة